فهو ده اللي هو بيحكيه ده عملية استثارة ده تيجي الضعف قيمته هو مش قوته الجنسية دي افتر استثارة الجنسية عند الذكر ليست قوة جنسية ده انت مهمة جيدة معظمة الذكور ما عافوهاش استثارة الجنسية عند الذكر بالعكس هو الضعف جنسي من الذكر القوي قادر جنسيا ولا هو استثار بسهولة ذكر 45 سنة بيعاني من الشهوة الجنسية العالية كل ما يشوف صور ممثلات على السوشيال ميديا بيسأل حضرتك يعمل ايه؟ يبطل السوشيال ميديا ازاي؟ لانها بتضيع غالبية وقته طبعا اي وقت انسان بينفقه في خارج حياته وساعته وراحته وتحقيقه وفوزه ونصره بيضيع عمره بس الفكرة ان الاستاذي مش هيقدر اصلا لانه الحل اللي هو فيه ده حل هو يشعر فيه بضعف شديد جدا في قيمته فنصيحة ليه اهتم جدا بالقيمة اهتم جدا بالانتباه ان انا قيمة لو كان حضر لنا برنامج زي برنامج القيم ياريتي احضره برنامج بسيط جدا ومدته شهر بنتكلم فيه قوة على القيمة وعلى معاني قيمة الاساسية او الراجل الكسيب لانه هو كل ما الذكر حس كل ما الذكر ادراكه لقيمته قلت ينبهر جدا بالانثى ويستثار منها فهو ده اللي هو بيحكيه ده استثارة بتيجي الضعف قيمته هو مش قوته الجنسية افريكا الاستثارة الجنسية عند الذكر ليست قوة جنسية طب هم جدا معظمة تكون معافوهاش استثارة الجنسية عند الذكر بالعكس هو ضعف جنسي من الذكر القوي قادر جنسيا ولا يستثار بسهولة وحضرتك برضو بتقول لنا احنا خلاص هي هو كده خلاص الواو والانبهار هو اتسحب فيها بالزبط هو مش موجود هو بقى احتياج هو مش موجود لان هو لو موجود مش هنبهر لا أ الله سوف اخفعوني مشكلته مش انه بيكلم جنسي مشكلته ان هو اضعيف الزكور ان الشاب او الرجل قوي الزكوره مكلمش بيكلم اوعا الا الحاجر من ناحية الاخلقية ولا الدينية احنا من ناحية المشاعر ان الزكر اللي بيحتاج يكلم بنات كتير ده الزكر متأنس جدا وبيتخال ان هو بقى شعبية في عالم الاناث وبتاع هو في الواقع هو انثوي للغاية هو انثوي جدا هو انثوي جدا لكن هو انثوي للغاية انثوي جدا وده ضعف منه وكان ابوه يبدأ ايديه عشانه عشان ضعف ابنه بس ينبهه ويا ريت لو مسلا ان يقدر يحدى معنا برنامق بيش حتى يدرش معهوش احدى برنامج مش مشكلة فيه فيديوهات كتيرها منزلها في النقط دي كتير افضل الفرج عليها ان هو ده ان الشاب الراجل 17 سنة ده راجل يضيع عمره علشان يعدي مع بناتي يدحك معهم ويهزر معهم ويبقى رطيف معهم يبقى مش راجل لكن الراجل الكاسيب يا دكتور ينفعه ان هو يحدى برنامج الراجل الكاسيب طبعا مذهل طب ايه رأي حضرتك بقى في الجوازة عن طريق الانترنت مشكلة ده هي مشكلة احكي لنا بقى ليه مشكلة ده مشكلة حقولي احكي المشكلة ليه لان على الانترنت سهل جدا يحصل اختبار بين ذاك الوانسا ليه لان البعد الحسي الغزيب اللي كنتم تتكلم عليه من دقائق مش موجود وبالتالي والبعد التجميلي عالي جدا وبالتالي ممكن جدا يحصل خداع او مش لازم حدي بيخدع حد على فكرة انا اخدع نفسي يعني انا اخدع نفسي انا بشوف الاخر بشوف الاخرى بصورة جميلة جدا هي ما ظهرتش بيها اصلا انا اللي متخيلها او هي نفس الشيء فما بيجي يتقابلوا على الواقع حضرتك ما الجواز بقى مش هيتامل على الانترنت بقى على الواقع اللي هو الواقع المادي فبتلاقي شخص اخر جاي ليه يتعرفه او هو بيلاقي انسانة اخرى جاي ليه هو يعرفها فتبقى صدمة فالتعرف على الانترنت اخرته لقاء ثقافي مش ان يخش ببعد زواج يبقى مهم جدا ان الخطوة اللي بعدين هما يبقى فيه وجود على الارض وتوابط عائية لكن للأسف الموضوع زاد جدا عن الانترنت لووصل لدرجات عالية من التراب يعني من التواصل وده نتيجة ان الضعف الشديد الضعف الشديد عند الذكور الذكور بقى ضعف جدا والضعف الشديد عند الاناث اللي ما عايزين يظهروا ويعملوا وحاسين ان هو جوه امن من ناحية العطفية والجنسية انها تقدر تعيش هذا تاخد الاشباع انها محبوبة وان فيه احد بيموت عليها وفي نفس الوقت هي ما غلطتش ما قابلتش حد ما عملتش حاجة غلط او حروم اه طبعا بس هي هزا هو الادعاء يعني بس؟ ده الكلب ميكيلين يا دكتور بيضيقني اوي ما هو اخر وكلب ده العالم كله انه هو ده يعني الدول الكبرى الميديا بتاعت الدول الكبرى كلها كلب ميكيلين وثلاثة واربعة وخمسة كمانا طب يا دكتور ازاي بقى هنفعل اتزان شفاق مع السوشيال ميديا ونشوف قيمتنا هتروح فيه ما هذه النقطة خطيرة ان الانسان حضرتك طول ما هو عايش الفطرة مش فارق هو ع السوشيال ميديا ولا في العالم المادي ولا ع الامر هو عايش احترامه عايش قيمته عايش حريته عايش تمقننته عايش قدرته في اي حتة فاي مكان فالانسان ما يكون عايش قيمته عايش مبادءه عايش ثوابته هيعاشها ع السوشيال ميديا هيعاشها على الارض هيعاشها عالامر مش فارق وهو فيه لان المينبع انا مش المينبع المكان اللي انا فيه او الزمان اللي انا فيه اما يكون منبع تفاعلي الزمان والمكان انا حبقى متجير جدا ومطلب جدا وعشكا الناس بتدعب لانها بيتبنؤ احوال مش احوالهم في النتيجة تأثير المكان الجديدة وتأثير الزمان يعني القيمة يا دكتور هي أهم حاجة أشتغل عليها في العموم دايما حضرتك بتعلمنا أن هي الأصل الأصل هي القيمة وإنسان ما بيتزن كقيمة لحظياً بيتزن كقدرة وبييتزن كاتمئنان وكحرية